السلام عليكم ازايكم بحية اسرائيل رسميا كادت 3 تربع محور فلادلفيا فاضل جزء بسيط جدا في محور فلادلفيا ويبقى الجيش الاسرائيلي مسيطر على الحدود كلها بين غزة ومصر وكده يا باجا يبقى خارق راسمي لاتفايت كام ديفيد كده يبقى خارق راسمي لاتفايت السلام والجيش الاسرائيلي بيقولك والله زي ما سبناك وتحاربوا الارهاب من 2011 لحد 2021 احنا ده لقتي والله بنحارب الارهاب احنا كمان وبنسيطر على محور فلادلفيا مش بس كده اسرائيل عمالة تصعد من عملياتها في رفح بشكل ببيل جدا وعاوز اقولك التطورات اللي طالعة من جزة في منطقة خطورة بس السؤال كله مصر هترد ازاي يعني مصر هتفضل سكتة والمصر ممكن تتحرك طب التحرك ده يبقى عسكري ولا يبقى تبلوماسي اه التحرك ده يبقى قوي ولا لأ الحقيقة الاسئلة دي اللي بيطرحها الاعلام الصهيوني مش انا اللي بطرحها يعني اسرائيل كلها عمالة تتكلم هم مصريين هعملوا ايه ده حاجة تانية او ملف تاني نتانياهو اه المدعي العام امبارح اه الخاص بالجنائية الدولية اللي اسمه كريم خان اصدر طلب باعتقال نتانياهو ويقوف جلنت اللي هو يزير الدفاع الاسرائيلي الحالي حقيقة ضدود الافعال امبارح في امريكا والعالم كله مقلوبة ومقالات كتير قوي بتفسرلك ايه اللي حيحصل بالزبط معنا تانية بص الحلقة دي فيها تفاصيل كتير قوي هتفهمك حاجة كتير قوي وهتوريك ان كل تسمع فوقالات الانباء بيبقى حاجة والتواقع بيبقى حاجة تانية بس طمع عشان اقولك كلام ده كله واكشف لك تفاصيله اه لازم اقولك القصة بالقوي قبل اخش في الموضوع قبل اكشف لك التفاصيل كلين اقولك ان احنا معنا راعي كوي جدا انا محترم بيبقى وهو انا عاوز اتكلمكم عن سبانسر النهاردة لو عندك شركة وعاوز توسع بيها سواء في الامارات او في السعودية وتستثمر هناك وتستفيد من المميزات هناك سواء موقع جغرافي في الامارات او تسهيلات او الطفرة الاقتصادية في السعودية خصوصا ان اي حد بيحاول يأسس هناك شركة بيشتكي من ضياع الوقت والفلوس في الاجراءات سواء حاول بنفسه او مع شركة ده غير مشاكل فتح الحساب البنكي للشركات هناك وتعقداتها وهنا يجي دور سبونسر بتاعنا وهي شركة ابشر اللي هتسهل رحلة اي مستثمر عاوز يأسس شركة او يتوسع فيها سواء بقى في الامارات او في السعودية ابشر اسست اكتر من 3000 شركة وحصلين على اكتر من 100 تقريم خمس نجوم على جوجل ابشر وبخبراتها الواسعة بقوانين ولواقح الاعمال حيأسسو لك شركة بسهولة وبدون اي تأخير حيكون عندك سجل تجاري واقامة وبتضمن حساب بنكي لشركتك بدون اي تضييع للوقت او رسوم مخفية والفترة محدودة بيقدموا السشارات مجانية بيشرحوا لك الاجراءات كاملة والخيرات المتاحة بالتأسيس وبيجابوا على كل اسئلتك كنت بدور على الشركات برا المصدقية في الكلام انا عندي الدقيقة يعني 60 ثانية في الدول كتيرة جدا وفي ناس كتيرة جدا بتعتبر ان الدقيقة دي 500 ساعة ابشر كانت بتقول تلات ايام تلات ايام خمس ايام خمس ايام كانت بتدي المعاد هو المعاد الساعة 11 الساعة 11 عندنا معاد الساعة كذا الساعة كذا بالظبط فمصدقية في الوقت وما كانوش بيدوروا عن ربح على فكرة لان انا اعرف شركات يمكن بتاخد 3 او 4 اضعاف اللي ابشر اتفقت معي عليه وبنتفس كلامه طبعا انا اعرف الكلام ده من اصدقاء ليه كتير حاول انه هما يفتحوا هنا في الامارات وبعد كده الموضوع فشل معاهم لعدم الالتزام فهو التزام ابشر يعني التزام هسيبلك اللينك بتاعهم في الديسكريبشن او اسفل فيديو لو حابب تتواصل معاهم نخش في الموضوع على طول نخش في الموضوع على طول ايه الجديد اللي معنا النهاردة ممكن يكون مختلف بالنسبة لحضرتك واول مرة هتسمعه فيما يخص حرب غزة والحدود المصرية كنيني بقى نتكلم واحدة واحدة كده وحنبتدي اول حاجة بالحدود المصرية دلوقتي اسرائيل بتطور من عملياتها في رفح وقلت لحضرتك من كم يوم ان اسرائيل او وزارة الدفاع الاسرائيلية دفعت بعدد ضخم من الجنود على فكرة اللي انطلع الخبر ده الامريكان ان اسرائيل دفعت بعدد ضخم من الجنود ابتداء لاجتياح رفح يعني هم بقى مش كان في الاول جاي يقولك عملية عسكرية محدودة لا يا باشا ده هيكتاح رفح وبالفعل هم شغالين في رفح دلوقتي بمنطقة القوة وعاوز اقولك ان هم خدوا تلت تربع محور فلادلفيا ونبزة كده دلوقتي اسرائيل لحد 2006 كانت محتلية غزة معلش انا هلخز الحتة دي عشان الناس تبقى معايا في الموضوع ده بعد 2006 جي اسرائيل والجيش الاسرائيلي انساعد من قطاع غزة وقال مصر احنا عوزينا كنت اللي تسيطر على حدود ويتعمل انتشار عسكري في محور فلادلفيا وتنشو الجنود مصريين عددهم قليل بس العادة القليل ده هيساهم في تأمين الحدود بين مصر وقطاع غزة الجزء الصغير اللي مفروض يبقى فيه انتشار عسكري مصري هو اسمه محور فلادلفيا هو ده الشروط الحدودي بين مصر وقطاع غزة اسرائيل شايلة دي هتمامل وعلى فكرة اسرائيل عن طريق ارييل شارون هي اللي عملت معاك الاتفاية دي شفت ده ايه يعني ارييل شارون ده اكتر مجرم في تاريخ اسرائيل ده اللي عمل مجزارة صبرة وشاتيلة ده اللي كان عامل مجازر كتيرة جدا بيطلقوا عليه في اسرائيل القاب كتيرة جدا وفي العالم بيطلقوا عليه الفاظ ابشع بكتير من اللي بيتم اطلاق عليها في اسرائيل هتخيل انت اكتر واحد مجرم في تاريخ اسرائيل هو اللي عقد معاك الاتفاق ده قالك يا باشا خش بجنودك واحنا بناش دعوة دي بغزة ولا اي حاجة وانسحب وضمر تقريبا كل المستوطنات اللي كانت موجودة وقالك انا مش دعوة بغزة الاتفاقية اللي عقدها معاك دي دي اتفاقية ملحقة باتفاقية السلام شفت ديه بينك وبين اسرائيل دلوقتي اسرائيل بيتاخد بقى كل موضوع ده كله وبتاخد محور فلادلفيا وطولها كباشا ده بتاعنا واحنا بنحارب الارهاب وزي ما سبناك حارب الارهاب من 2011 ل2021 احنا دلوقتي بنسيطر على محور فلادلفيا وده بتاعنا الجيش الاسرائيلي يقول بانه عمق توغوله في مدينة رفح وانه وصل الى حي البرازيل وانه اصبح يسيطر على ثلثي محور فلادلفيا وانه موجود في المحور ايه اخطر حاجة في الموضوع اللي بيحصل ده كله على حسب الكاتبة اللي كده مقالة مبارح فيه جديد التايم وفي اسرائيل بتقولك اخطر ما في الموضوع انقطاع الاتصال بين الجيش المصري والجيش السهيون وانقطاع الاتصالات على مختلف المستويات في الكيادة المصرية والكيادة الاسرائيلية فالسيسيا بيتكلمش نتانياهو وبمناسب برضو الكاتبة هنا بتشير ان في عز الحرب الفلسطينية الاسرائيلية كان ارييل شارون بينصك مع مبارك وبالعكس ده ارييل شارون كان التقى مبارك وكان على طول بيشاوروا في الاجراء فاخطر ما في الموضوع هو الانقطاع الاتصالات فالجيش المصري مش عارف اسرائيل عاوز تعمليه بغزة هل عاوزين يقعدوا في غزة ولا يمشوا من غزة طب هل حيفضوا محور فلادلفيا وبعد كده هجروا في فلسطينيين ولا حيسيبوا فلسطينيين داخل غزة سئلة كتيرة جدا مصر معندهاش اجابة ليه مصر معندهاش اجابة لان الصهاينة وعدوك اكتر من مرة بس النريوهات وبيسترقوها كل مرة يقولك ايه يقولك بص احنا مش هنخش رفع بعمل ايه عسكرية كبيرة بيخش كل ما يديك وعد بيخلفوا معاك فمصرين قالك احنا بنتكلم معهم ليه اصلا ايه طعل اتصالات مش فمصر مش عادفة نتانياهو بيفكر فيه ونتانياهو على فكرة ما اطلعش اي حد اهو بيفكر فيه ومبارح جبت لحضرتك مقالة نازلة في موقع اكسيز بيقولك اصلا نتانياهو بيمنع قادة بتوع المخابرات والامل ان هم يعودوا مع الامريكان عشان يطلعوهم على اي معلومات فيما تخص الخطة الاسرائيلية فنتانياهو عاوز هو الوحيد اللي يكشف قراءه بالنسبة للمجتمع الدولي وبالنسبة لامريكان فمحدش عارف نتانياهو عاوز يعمل ايه لخطوة قادمة بس خد بلك من نقطة مهمة جدا الاوقع دلوقتي والحاجة البديهية ان اسرائيل تهنضر الفلسطينيين لسينة ده اسهل حل بالنسبة لاسرائيل طيب سؤال بقى بعد كل ده السؤال مصر ترد ازاي؟ الحقيقة دي مقالة نازلة في جارتين جريدة اسمها Middle East Eye ودي جريدة معارب المصر وجريدة بتكره مصر بشكل كبير وجريدة تانية اسمها Jerusalem Post بيقولك ايه بقى؟ بيقولك خط بالك رب الفعل مصري ولا حاجة يعني بالزبط قالك لا تتوقع حرب خالص اللي هتعمله مصر في فترة قادمة لان خلي بالك هما لو احتلوا تلتبع محور فادلفيا فهما هيحتلوا بباقي يعني هما موقفوش على الباقي هما هيحتلوا بباقي كونه بس مصر مش هتعل الحرب على اسرائيل وهو الكاتب بتاع Middle East Eye ده بيقولك لا اتوقع ان مصر تقوم باقي عمل عسكري خطس بس مصر هتسكب كل الخطوات الدبلوماسية بشكل اقوى يعني كل حاجة مصر كان بتهدد بيها انها ترد بيها على اسرائيل هتعملها زي ايه مثلا منع التنصيق العسكري بين الجيشين يعني الجيش بقى المصري مش هيفتح قناة الصلاة مع الجيش الاسرائيلي يقوله احنا بنعمل في المنطقة كزا ومنطقة كزا مش هيقوله طاني حاجة مصر هتدفع بتعزيزات عسكرية على الحدود وهو اصلا خلاص انت دلوقتي بتتعامل كجيش مصر ان اتفاقية السلام بينك وبين اسرائيل تم خرقها من الجنب السهيوني فانت عالجانب الاخر انت كمان هتختاركه فهتدفع بتعزيزات عسكرية وده حصل وانا وريت لحظاتك فيديو التقط واهالي سيناء لتمركزات جديدة للجيش المصري وقوات المصرية حتى لو ناقلات جند يا سيدي واقف على الحدود فلازم تعرف ان ناقلات الجند دي مكانها مش هين ووفق اتفاقية السلام مكانها ما يكونش هين اصلا فدلوقتي مصر بتدفع بالكميات اضخم للجنود لتأمين الحدود بينك وبين اسرائيل طب حاجة تانية قال لك الله حاجة تانية مصر هتخفف من عملية محاربة انفاء حماس يعني هتبتدي ايه بقى تغمض عنها واحدة واحدة عن انفاء حماس ده على فكرة كل بقولهولك ده في جريدة ميدل ايست ايه يعني انا مش دهان اللي جايبه من عندي طيب مصر لما تغمض عنها شوية او ما تبتديش تحارب انفاء حماس ايه اللي هيحصل والله كالقاتي اسرائيل هتبدي انزعاجها هتكلم الامريكان امريكان هيدغطوا عليك ويقولك ايه اللي بيحصل ده هتقوله والله انا مشوفتش حاجة عشان احاربها يعني انا محطيتش ايدي على انفاء عشان اقدر اقولك موجودة ولا مش موجودة وهتبتدي واحدة واحدة تخفف من اتصالاتك والكشف عن انفاء حماس بشكل اوباصل تخد بالك قصاد كل موقف مصر هتعمله الجيش اسرائيلي هيعمل قصاده يعني دلوقتي موضوع ان انت تخفف حرب حماس دي هتبتدي بقى اسرائيل ممكن تدعم ميليشيات عندك في الداخل وانا هنا بتكلم على فلول ميليشيات داعش ممكن يتم ان اسرائيل تقوم لك الارهاب تاني في سينة ممكن لسما هي حرب وحتبقى حرب بردة ولازم تعرف تاني اوه هتتعامل ان في بينك وبين اسرائيل اتفايد سلام اخترقت يا باشا والناس خدوا بموضوع ده كله ده حاجة حاجة تانية انت بتتكلم ان مصر هتبتدي تنضم لجنوب افريقيا في محكمة العدل الدولية ليه عشان محكمة العدل الدولية تصدر امر باقاف اكتياح رافحة طيب اسرائيل هتعمل ايه والله اسرائيل ممكن تدعم لك الكيانات الخارجية اللي عندك يعني مثلا ممكن معتز مطر يلاقي واحد بيمسي عليه ويقول له يا باشا انا جايلك من الشيخ فلاني فلاني هو ما يكونش شيخ ولا حد هو جاي من اسرائيل فحيبتدي يدعم لك الكيانات الكيانات الخارجية المعادية لك اي حد هيعادية مصر هيبتدي ان هو يمويله كل حاجة انت هتعملها يعملها اصدر وايه الخطورة في كده الخطورة في كده لما يوصل مرحلة العداء بينك وبين اسرائيل لمرحلة الحد بردة هيبتدي ان هو يدخل الفلسطينيين لسينة ويقولك مش انت ما نصدتش معايا تفضل بقى واحد هنا معلش انا بس بحب اكلم الناس اللي هي بتكتب لي تعليقات واحد انا اكتب لي يقولك قس انت بتخوفنا بص يا جماعة انا مش بخوفك انا بقولك هو بيفكر في ايه انما مش بخوفك انا مش دوري ان انا خوفك لان انا قاعد معاك في نفس البلد خاص؟ والمصريين ما بيخافوش وانا حافظة لقول كل مرة الكلمة دي في كل فيديو عيب ان حد يكتب لي كده في الكمتس ماشي؟ فهو هيبتدي يلعب لك في الحيطة دي هيبتدي ان هو يبقى سيناريو اللي انت خايف منه وحيعمله لك يدخل الفلسطينيين يسينه ويقولك مش دعم لان خلي بقى لك الفلسطينيين اللي بقى فينا على حدودك دول اسرائيل مش محتاجة انها تديهم يعني الجي بي اس بتاع سينا مش محتاجة انها تطلعهم على خراية سينا او حتى تطلعهم يكونش سينا منين لا مجرد ان اسرائيل تكسف العملات العسكرية بتاعتها في جزة اكتر من كده على المناطق اللي فيها لاجئين فلسطينيين الفلسطينيين هيجدوا طريقة بشكل اوب اخر لاختراك الحدود المصرية وهنا هيبقى انت وصد سيناريو مهم جدا وهو تصدي قوات مسالحة مصرية للفلسطينيين وهنا انبارح انا اكشفت لحضرتك جزء من المقالة اللي كدها الست في جريد التام في اسرائيل بتقولك هتلاقي بعض المظاهرات في الداخل المصري يحتاجوا ويقوموا بصورات داخل القاهرة يطلبوا بفتح الحدود للفلسطينيين عشان هما دول اتواتنا ومعانا والكلام ده كله ويبتدوا ان هما يدخلوا الفلسطينيين لسينا ويطلبوا ان الجيش المصري ما تصداش لا تدفق الفلسطينيين عن منع الحدود ده حاجة هتيجي واحد يكتب لي يقول لي لا والله ده المصريين وعيين وعلى فكرة احنا عندنا نسبة جهل عالية خلاص فمش كل الناس مدركة اللي بيحصلوا حيتلاقي بقى ايه ان الجيش المصري هو بتصدى جماعات حولي انسان تتصدى لك اللي هما مش عارفين يواجهوا اسرائيل حيواجهوك انت ويبتدوا ان هما يضغطوا عليك بشكل او بقى فاللي انا عاوز اقوله في نهاية الحتة دي حاجة مما جدا كل اللي فات حاجة واللي جاي حاجة تانية خالص ده اللي انا عاوز اوصره لك انت داخلك في مرحلة ان كل التهديدات بتاعتك منفعتش شفت دي كل الحاجات اللي انت عادت تتوعد بها اسرائيل ما جابتش معهم ناتير ليه؟ لان اسرائيل بيقودها واحد مجرم اسمه لتاني اهو فانت كنت بتعمل على ان اسرائيل هتتفهم ومش هتخش رفع وهم بعطولك اكتر من الوافد يقول لك مش هنخش رفع داخل قال لك عملية عسكرية محدودة ومناش دعوا بمحور فادلفيا ده خلوا محور فادلفيا ورفع لك العالم على معبر رفع بتعمل على ان الامريكان حيبقوا قادرين على السيطرة على الصهاينة ويمنعوا تدفق الفلسطينيين يا باشا واضح جدا ان القبضة الامريكية على اسرائيل اضعف ما يكون وان الامريكان يعني مش عارفين يعملوا ايه معنى تانية والراجل ده بيعمل كل اللي هو عاوزه وبيفرد على الامريكان الامر الواقع مش هيفرضه عليك يعني طبيعي جدا ما هو اصلا امريكا دي هي المفروض الرادع الوحيد لاسرائيل من التانية وبيفرد عليهم اللي هو عضل اصلا فعلا دي نقطة خطيرة جدا حاجة تانية ان كل ده بيحصل في اسوأ فترات الاقتصاد المصري تاني الامتحدة قدرت خسائر الاقتصاد المصري من حرب غزة بعشرين مليار دولار كل ده قبل سيناريو التهجير لان على فكرة سيناريو التهجير هو الحاجة الباقية تماما في حرب غزة خلاص حرب غزة استنفذت كل سيناريو هادا فاضل فقط سيناريو التهجير عشان الحرب دي بتكمل وعشان يكون نتانية هو عمل كل اللي هو عاصر طيب فيما يخص الجيش الاسرائيل الحقيقة طلع امبارح يا اوف جالانت اللي هو زير الدفاع السهيوني طلع امبارح ببيان كان في متاخبه طلع قال ايه طلع قال لي يا جماعة ما حاجش بتكرم مع دولة فلسطينية والامريكان اول ناس عارفين ان حاليا ما فيش حاجة اسمها دولة فلسطينية لان عمليا ما فيش حاجة اسمها فلسطين ده هو من وجهة نظر ده كلامه هو فالك فيش حاجة اسمها فلسطين فما ينفعش تقول لي اصطانة بعمل لدولة مدنية هو كنا بيكلم من التانية ما ينفعش تيجي تقول لي اصطانة بعمل لدولة مدنية ده حاجة بس لازم تعرف ان لو الجيش الاسرائيلي عاوز يحكم قطاع غزة ده سيناريو كارسي بالنسبة لإسرائيل ليه؟ لان انت عشان تحكم قطاع غزة تفضل حكمها في المستقبل ده هيستلزم منك اربع فرق واسرائيل عشان تخلي اربع فرق عاملة على مدار العام داخل غزة ده معناه انها لازم تكفف تواجدها في اماكن اكثر حيوية هو اصله هنا على الحدود الشمالية يأما بقى عند الجولان يأما على الحدود الشمالية مع حزب الله وقالك ده امر كارسي وفي نفس الوقت تواجد الجيش الاسرائيلي المستدام في غزة لازم تعرف ان حيتم دفع ارواح كتيرة جدا من جنود الصهاينة وده امر خطير جدا ومشي حينفع ان هو يتقبل ده تفسير يا اوف جالانت وده تاني مرة يا اوف جالانت يطلع يعارض ان تانيهه لان تانيهه عاوز الجيش الاسرائيلي يفضل في قطاع غزة ما يمشيش طيب صحيفة جيروزيليم بوست صحيفة جيروزيليم بوست كان لها رأي تاني يقولك خد بالك ان كل اللي بيحصل ده حاليا ده بيدر بالخطة المصرية ليه؟ قال لك والله لان مصر طوال السنوات الماضية كانت وسيط نازيه جدا ووسيط فعال بين الفلسطينيين والاسرائيليين فدلوقتي مصر فقدت دولها في الوساطة او مصر هتخرج من دول الوساطة ده اصلا لان لما اسرائيل تطلع تقولك مفيش دولة فلسطينية تب ما هتفاوض عليها او ان الفلسطين دول داعش تب ما هيتفاوضوا ازاي وانت اخد بالك ان الاتنين مش عزين كان لهم بعض اصلا وان صفقة الرهائن كل يوم الامريكان والصهاينة بيزددوا تشاؤم من وجود فرصة لصفقة الرهائن فحيقعدوا يتفاوضوا عليها ده امر مهم جدا فما فيش وساطة اما الحاجة التانية مصر كانت بتعمل بشكل كبير انها ضمن اتفاقية كام ديفيد واتفاقية كام ديفيد دلوقتي في خطر وعلى فكرة اللي بيمس الخطورة على اتفاقية جام ديفيد هو افعال الجيش الاسرائيلي في رفح يعني انت هتكون رد فعل مش فعل وحتى لو انت بقيت فعل وبرغم ان انت بقيت رد فعل لازم تعرف ان برضو هتخسر اتفاقية كام ديفيد اللي هي محور مهم جدا في الجيش المصري وان هي بترسل معونة سنوية تقدر بمليار ونص دولار الجيش المصري بيستفيد منها خاصة بقالك ده حاجة خطيرة حاجة تانية ان مصر حاليا لو جيت تبص في الفترة اللي احنا فيها دي من ساعة ما جه الرئيس السيسي لحد النهاردة مصر عاوزة تركز في شؤونها الداخلية مالهاش اهداف توصعية ولا عاوزة تتدخل في حاجة في الملفات الخارجية خاطر انت معنى كده ان انت بتشكت الادارة اللي بتركز في الاهداف الداخلية ومشاكل اقتصادية تخليها تبص بره وتخليها تبص على حرب وتكون مستعدة لحرب بشكل او باخر وتخاطر بالدولة المصرية بس هيكون المصريين يعني ما قدوا مهمش حل تاني كيرا ان هم هيخاطروا باتفاقية كام ديفيد ويخاطروا بحرب بكبيرة جدا في منطقة الشرق الافسط واخد بالك انه طول ما الروسات الشغالة على الحدود بتاعتك احتمالية الحرب واردة في اي وقت ماشي عشان باستبع عاد قطل الخطأ والحوادث الخطأ بتحصل في اي وقت فده امر تاني الحاجة التالتة واخد بالك بقى انت بتتكلم على اول دولة طبعت مع اسرائيل وده شيء لا افخر بيه تمام يعني مصر اول دولة طبعت مع اسرائيل اللي هي ايه اتفاية السلام صح؟ طيب ما بقى لك باخر دولة عاوزة تطبع مع اسرائيل اللي هي السعودية لما تشوف ان مصر اللي هي فيه بينها وبين اسرائيل اتفاية سلام وتشوف ان الامريكان فقدين السيطرة عالي بيحصل على الحدود سيناريو التهجير اصبح امر واقع بتتكلم ان اسرائيل بتزيد العداء مع مصر وبتزيد من استفزاس الجيش المصري ما بقى لك السعودين يبصوا على موضوع ده ازاي يبقى اقل ثقة في التطبيع مع السهيل رابع حاجة لا تتخيل ان اتفاية التطبيع بين اسرائيل واسرائيل ممكن ان تقوم لو قامت حرب بين مصر واسرائيل فتلى بتقوله جيريزوين بوست ان خلي بالك انت كده بتربك الخطط الاقتصادية للحكومة المصرية والخطط المستقبلية لاسرائيل اسرائيل اصبحت كان بشع مجرم بموجب قرار محكمة الجنائية الدولية اللي طلع انبارح كريم خان وده امر مهم جدا كريم خان اللي هو مدعي العامة لمحكمة الجنائية الدولية اصدر طلب باعتقال نتانياهو ونتانياهو طلع رد عليه مبارح وطلع وصف ان كريم كان اكبر معادي للسامية وقال لك الراجل ده اكتر معادي للسامية وشبهه بالقضاء النازيين اللي هم بعد كده اجازوا المحركة بتاعت اليهود الامر السخيف والكاذب الذي اصدره المدعي العام في لاهاي ليس موجها ضد رئيس الوزراء ووزير الدفاع بل هو موجها ضد دولة اسرائيل كلها وضد جنود الجيش الاسرائيلي الذين يقاتلون ببطولة قتلة حماس المنحطين الذين هاجمون بوحشية في السابع من اكتوبر المدعي في لاهاي اي وقاحة هذه انت تتجرع وان تقارن بين قتلة حماس وبين جنود الجيش الاسرائيلي الجيش الاكثر اخلاقية في العالم هو بص هو نتنيه وكل ما حد يعرضه يقوله انت ناسي سواء بقى المظاهرات اللي تطلع في امريكا في الجامعات الامريكية قالك والله دي نفس المظاهرات اللي طلعت ايام النازية في الجامعات النازية القاضي يقول كذا يقولك اصلا انت قاضي زي بتوع النازية اي حاجة يقول كده بس انا عندي لك مفاجأة من العر التقيل خلي بالك كريم خان ده بريطاني وده كان مستشار الملك وبريطانيا اكتر دولة سهمت ان كريم خان ده يمسك منصبه ده اولا تاني حاجة كريم كان القرار بتاعه ده طلع متؤخر جدا وطلع ضعيف جدا جدا لان هو موسعش من اوامر الاعتقال في اسرائيل قالك بس نتنيه ويعوف جلن بس موسعش من اوامر الاعتقال للقيادات اخرى ممكن تكون ارتكبت مجازر ما قالش ليها زي مثلا هيرتسي هاليفي رئيس هيئة اركان الجيش الاسرائيلي ما امرش باعتقاله بس اللي انت توقف عنده هو تهديد مجلس الشيوخ الامريكي اللي كتب رسالة زي ما نزلت في البي بي سي على فكرة يعني دي اللي انا هقولها لك دي نزلت في البي بي سي رسالة طلعت من مجلس الشيوخ مجموعة كده من مجلس الشيوخ الامريكي حذروا محكم الجينئات الدولية قالولهم ايه قالولهم if you target اسرائيل we will target you you have been warned هم كتبنا كده بالزبط في البي بي سي ما معناه لو انتوا استهدفتوا اسرائيل احنا هنستهدفتوا ولقد انظرناكم البي بي سي بتعلق بشكل كوميدي يقولك على فكرة المجموعة في مجلس الشيوخ الامريكي دول شكلهم شافوا فيلم اجنبي وخدوا منه الكلمة دي ووجهوها للجنايات الدولية بس يجب ان انت تفكر ان محكمة الجنايات دلوقتي عليها ضغوط قصوى لمنع قبول الطلب اللي قدمه الكريم كان وان التلات قضاء اللي داخل الجنايات الدولية ممكن ينفضوا الطلب ده نتيجة لضغوط قصوى هتمارس عليهم الفترة قادمة ايه اللي هيحصل بالزبط الفترة القادمة حقولك بقى الحلقة الجاية فيما يخص الجنايات الدولية ممكن تطلع قرار ولا ما تطلعش لان الاعلام الامريكي بيتكلم في امور خطيرة جدا بس طبعا عشان اقول الكلام ده كله اكشفه لك حاوله لك الحلقة الجاية ان شاء الله يا رب كنش واحد حلقة الموضوع بشكل مبسط ويا رب انصر مصر رب انصر العرب ويا رب انصر فلسطين يا رب تحية مصر سلام موسيقى يا محروصة بسيف شاطر وصف حارس عليك يمين ومن فوق السماء السابع حميكي رب العالمين